أهلاً بكل مشاهدي قناة النادي الآلي في كل مكان أهلاً بكم وليلة جديدة من الآلي الآلي خط أحمر أهلاً بك يا فارس أهلاً بك يا أسامة ويعني إن شاء الله حلقة مهمة من الآلي خط أحمر وأجواء كده منتخب على النادي الآلي فيك الجملة اللي أنا أقولها دلوقتي حاجة كويسة فيك الجملة اللي أنا أقولها لا صوت يعلق فوقه صوت منتخب مصر تقول لك جملة صعبة أب وصلنا نهاية أم أفريقك وصلنا إن شاء الله مش هنسيب الكاس البطولة دي خلينا أقول للناس كنا بنقولي أنا فيه توقعات النهاردة بتخسر أنا اللي بخسر بتخسر خلينا نمشي في الحلقة ونشوف المرة دي إلا يحصل يعني النهاردة لا صوت يعلو فوق صوت منتخب مصر بالتأكيد بالتأكيد كل الأمنيات الطيبة لمنتخب مصر يعود بالكأس الغالية يعني منتخب مصر الرقم القياسي منتخب مصر سبع بطولات أمم أفريقيا عبر التاريخ منتخب مصر من 2010 لم يحقق اللقب منتخب مصر بيوصل اتنين نهائي في آخر عشر سنوات وبطريقة درماتيكية بتخسر النهائي وتحديدا نهائي الكاميرون اللي انت وصلت المرحلة ان انت تقدمت بهدف ثم بيتعامل عليك رمونتادة ولم يحدث في تاريخ نهائي أم أفريقيا رمونتادة منذ 94 نهائي 94 فانت جيت في 2017 وحصلت رمونتادة عليك وفقط لقب كان في المتناول بشكل أقرب بكتير من مواجهة السنغال وإن كان حتى السنغال كانت رقلات الترجيح حاسمة ولكن الأمور الفنية كانت على أرض الملعب بتقول إن السنغال فرصه أفضل السنغال كان عنده أكتر فرص للوصول لمرمى منتخب مصر كان عنده حتى رقلت جزاء وتصدر لها أبو جبل فارب التالتة يكون تابتا ناصل بس للنهائي الأول إن شاء الله نحسم البطولة الفرص أعتقد موضوع مهم جدا أهم حدث في القرى المصرية الآن هو المنتخب المصري وأمم أفريقيا ده حقيقة يا أسامة وخليني أقول أن أنا بصراحة متفائل ومعرفش يعني أنا قليلا لا والله متفائل ويمكن إحنا حتى البطولة اللي فاتت كنا شايفين أن مصر هتروح لأدوار متقدمة وفعلا حصل ممكن يتكلمنا هنا وأنا فاكر يا أسامة كانت الناس برضو مختلفة معنا وكان في نظرة شاؤمية وصلنا يعني كنا عندنا أمل فعلا في الوصول للنهائي ووصلنا أنت كان عندك كمان حتة كنت بتراهن على تاريخ في حاجات أنا كنت شاف أن إحنا نقدر نروح لحتة بايدة في البطولة دي وأنا المرة دي متفائل أكثر أنت عرف أن أنا دايما بروح لفكرة إحنا نقابل مين ويعرف مجموعة مين ترضي حصل في 98 كنا عمين معايي حتمية تاريخية أنا بشوف أن بصراحة يعني منتخب مصر يا جماعة عنده عمقه في السكواد ويمكن ضمطم مني جدا فيتوريا مدرب بيشتغل مدرب مجتهد يمكن تجاربه مع المنتخبات دي تجربة تعتبر هو كان تحدي خاص بالنسبة لو أنا عايز أقول لكم أن روح فيتوريا يعني أنا في رأيي أنه هو حبي في السيفي بتاعه أو في مسيرته ينقل نفسه ويعمل الشيفتينج ده في الكارير بتاعه في حتة المنتخبات وهو أختار بوابة مناسبة جدا لده يا منتخب مصر أنا شاف أن يا جماعة هذه القايمة تتمتع بعمقه في السكواد ربما ما شفتوش من الفترات بتاعة 2006 إلى 2010 لا السكواد فيه عمق كبير جدا يمكن فيه مراكز بسيطة فيها جاب بين الأساسي والبديل زي حراستر مرمى مثلا إنما هتلاقي في السنتر باكس عندك حجازي ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم ويجي أيضا علي جبر أو أحمد سامي حتى لو فيه تفاوض في بعض الأسماء ولكن أنت عندك عدد جيد يمكن حتة نص الملعب بالذات يمكن الريد باك والليفت باك يعني الخيارات ما نقدرش نقول مثلا زي فترة سيد معوض أو فترات سابقة ولكن نص الملعب أسامة فيه تعدد غير طبيعي أنا بكتبه نص ملعب غني جدا حاجة غير طبيعية أنت بتتكلم في رقم 8 بتلاقي إمام عشور لو هتقدر تصنف النني في الطريقة دي بتتكلم في لعيبة طبعا مروان عطية لو بتتكلم على اللعيبة قاطع الكرات هتلاقي أيضا عندك تعدد وعندك أسماء جيدة وعندك لعيبة كويسة جدا في المركز دا زيزو برضو في حتة 8 يقدر يضيف فيها حمد فتح طبعا لو بنتكلم على رقم 6 وكمان بيلعب 8 حتة الأجنيحة تريزيجي ومرموش صلاح وزيزو يقدر يلعب جنيح وكمان فكرة راس الحربة فأعتقد سكواد يتماس بالعمق وسكواد يقدر يروح لبعيد جدا بالتأكيد فرس والثقل كمان اللي موجود فيه اللعبين المحترفين أتمنى يؤتي سمارو مع منتخب مصر ولكن احنا بنقول ليه حدث أهم دا بالتأكيد حدث أهم أمم أفريقيا بتتعامل كل سنتين منتخب مصر يعني نأمل إن شاء الله حق البطولة